اي بي سي دي افا بي سي بسينغل سكرر يو سلام عليكم كيفكم يا اساطير اتمنى تكونوا بقتم الصحة والعافية معكم كيرو وأهلا بكم في فيديو جديد اليوم يا أساطير ومثل ما هو مكتوب في العنوان اليوم جايب لكم مقطع بخمسة من أفضل منغات الدارك فانتازي أو الخيال المظلم الآن بعضكم رح يتساءل إيش هو الخيال المظلم يا كيرو؟ تصنيف الخيال المظلم أو الدارك فانتازي هو يعتبر نوع فني فرعي من أدب الفانتازية وهذا التصنيف يشير إلى الأعمال الأدبية والفنية التي تتضمن مواضيع مظلمة وأكثر رعبا ودموية من تصنيف الخيال العادي لذلك فستجدون بأن هذا التصنيف غالبا ما يدمج مع ناصر من أدب الرعب وكذلك ستجدون بأن الطابع النفسي هو حاضر وبقوة في هذا النوع من الأعمال بشكل مبسط فمصطلح الدارك فانتازي يستخدم بشكل واسع لوصف الأعمال الخيالية ذات الأجواء الكئيبة والمظلمة أو ذات حس الرعب والذعر ونأخذ كمثال مانغا برزيرك التي تعتبر أقوى عمل دارك فانتازي في ساحة المانغا فهذا هو بكل بساطة تصنيف الدارك فانتازي أوكي يا أساطير الحين وبعد معرفنا وش هو تصنيف الدارك فانتازي خلونا نشوف مع بعض بعض من أفضل الأعمال من هذا التصنيف نبدأ أول شيء بمانغا جود سبيد تبدأ قصة هذه المانغا منتزما بعيد جدا حيث اندلعت حرب طاحنة وشرسة بين الشياطين والملائكة ومن أجل الحفاظ على سلامة الجنس البشري قامت الملائكة ببناء مدينة ألفيا والتي تدعى بالنعيم وذلك لتكون ملاذا لهم وفي وسط هذه المدينة هناك مكان محاط بالأسوار حيث يجب على الأطفال المميزين أن يعيشوا هناك حتى يبلغوا عيد ميلادهم الرابع عشر عندها فقط سيتخرجون وسيذهبون إلى النعيم رفقة أمالدا والتي هي الملاك الحارس المسؤول عنهم أبطال قصتنا هم أكيرا ويون وبقية أصدقائهم أبطالنا هم على وشك بلوغ عيد ميلادهم الرابع عشر لذلك يقودهم فضولهم إلى التسلل خارج الأسوار وذلك ليلقوا نظرة على النعيم هذا ودون أن يدركوا الرعب الذي ينتظرهم خارج الأسوار مثل ما أنتم شايفين فهذه المانجا هي مكونة فقط من عشرة فصول وهي يعني بالفعل مكتملة القصة هي قصة جدا قصيرة ولكنها جيدة وممتعة بالشكل لا يصدق أيضا أعتقد أغلبكم لاحظ هذا الشيء بخصوص الكونسبت أو فكرة المانجا فهي بالفعل مشابهة لفكرة أنيمي ياكسوكو نو نيفرلاند أو نيفرلاند الموعودة وهي يعني تجذبك كقارئ بنفس طريقة وأسلوب هذا الأنمي الأرت ستايل في المانجا جميل والرسم هو جيد خاصة في مشاهد القتالات أيضا هناك العديد من التويستات والصدمات الرائعة في هذا المانجا فياب أعطوها فرصة يعني ما رح تاخد من وقتكم أي شيء وهي بالفعل مكتملة ثاني مانجا معنا في هذه اللائحة عندنا مانجا The Hero Who Seeks Revenge Shall Exterminate With Darkness هذه المانجا بكل بساطة تدور أحداثها في عالم وحشي والمانجا تستعرض العديد من المواضيع والمشاهد المتعلقة بالتعذيب والسادية والخيانة والمجاعة بحيث هناك افتقار تام للتعاطف في المجتمع قصة هذه المانجا بكل بساطة تبدأ عندما قام بطلنا راول بهزيمة الطاغية ملك الشياطين وباعتباره المنقد والبطل الأقوى الذي قام بهزيمة الشر وإنقاذ العالم كان من المفترض أن يصبح بطلنا راول منقذا في أعين الناس ويعيش حياته في سلام لكن في المقابل وعيوضا عن هذا تعرض بطلنا للخيانة من قبل رفاقه وقتل كل من أصدقائه وعائلته على يد القوى الأرستقراطية بحيث تم اتهامه بالخيانة وبتهم كاذبة وجهت له من قبل الأميرة ليتم إعدامه في النهاية أمام المئات من الناس لكن وقبل أن ينهار بطلنا على منصة الإعدام سقط قلبه في النهاية في الظلام وهذا ما سيجعله يقسم على أخذ انتقامه من كل من قاموا بخيانته لاحقا وبعد موته بفترة يتم إحياء بطلنا من قبل الآلهة وبعد أن حصل على قوى الظلام وأصبح مختل عقليا يعود بطلنا لأخذ انتقامه من الأميرة وكل من قاموا بإذلاله المانجا مثل ما قلت هي مليئة بمشاهد الدموية والتعذيب والإذلال اللي كانت بالفعل مرضية يعني صراحة البطل في البداية تعرض لكثير من التعذيب والأحداث المأساوية بسبب الأميرة فهذا خلى انتقام البطل يكون فعلا مرضي ومثلج للصدر بالنسبة للرسم في المانجا فكان جدا رائع ومتقن أيضا تعابير الشخصيات في المانجا كانت فعلا مجنونة وتم رسمها بشكل جيد فيوب إذا كنت تبحث عن مانجا خيال مظلم البطل فيها يصبح شرير ومجنون هذه المانجا هي تعتبر خيار جيد قصة هذه المانجا تحدث في عالم خيالي مظلم حيث تعيش البشرية تحت تهديد الإبادة من قبل التنانين والذين يحكمون هذا العالم ويبطشون فيه في أحد الأيام ينطلق بطل قصة ناراجنا في رحلته سعيا للانتقام وتصفية هذا التهديد إلى الأبد وفي مغامرة هذه سيقابل بطلنا صائدي التنانين والذين هم عبارة عن محاربين مميزين لهم القدرة على مواجهة التنانين وقتلها وذلك طبعا مقابل المكافآت وبطلنا راغنا يعتبر الأدنى رتبة والأضعف بينهم ليونيكا هي فتاة صغيرة عبقرية وقاتلة تنانين موهوبة بالفطرة بشكل غير متوقع يشكل بطلنا راغنا تحالفا مع ليونيكا ويبدأان في صيد التنانين معا والآن كل ما يريده بطلنا راغنا هو البقاء إلى جانب ليونيكا لكن حلمه هذا تحطم عندما قام أحد أقوى التنانين بمهاجمتهم وإنهاء حياة ليونيكا لكن ماذا لو تسنت لبطلنا الضعيف راغنا القدرة على أن يغير هذا الواقع سأتوقفون لأني فعلا لا أريد أن أحرق عليكم الأحداث المانغا هي فعلا أسطورية كل من القصة والشخصيات هي مكتوبة بشكل جيد ورائع وكذلك الرسم فهو فخم وخارق وملئ بالتفاصيل بالنسبة للقتالات في المانغا فالمانغا هي مليئة بالقتالات والمجازر الدموية ففعلا عمل رائع ويصحق المتابعة وكان نصيحة مني من بين الأعمال الموجودة في هذه اللائحة أنصحكم بالبدء بهذا العمل حاليا عدد فصول المانغا 44 فصل فيب أعطوه فرصة رابع مانغا معنا هي بعنوان أوبل بلات قصة هذه المانغا تحكي عن مبارز مخضر من الألف والذي تم إرساله رفقة 13 من الأبطال الآخرين من قبل الإمبراطورية وذلك لصد غزو العدو على طول الطريق مات ثلاثة من المحاربين بينما أربعة منهم قاموا بخيانة المجموعة في حين قام السبع الباقون بهزيمة الخوانة وعادوا إلى الإمبراطورية كأبطال أو على الأقل هذا ما يعتقده الناس لكن في الحقيقة الأبطال السبع هم الخوانة الذين قاموا بهزيمة الأبطال الأربعة الحقيقيين وذلك عن طريق التحايل وفروا بعدها في خوف من ساحة المعركة بطل قصتنا هو أحد الأبطال الأربعة وهو كذلك الناجي الوحيد بينهم الآن وبعد مرور 20 سنة على حادثة الخيانة يرجع بطلنا من مخالب الموت وبعد أن تعافى من إصاباته وذلك طبعا ليحصل على الانتقام له ولزملائه لذلك فكل من سيقف في طريق بطلنا يعتبر عدوا له وستتم تصفيته بدون تردد لكن طبعا انتقام بطلنا لن يكون سهلا كما يعتقد الجميع فمع الأكاديب التي نشرها الخوانة وكذلك الجنود ودعم الإمبراطورية لهم قد يضطر بطلنا هو وحلفائه لتضحية بكل شيء إذا أرادوا الحصول على انتقامهم هذه المانغا يا جماعة هي فعلا ممتعة وإثناء قراءتكم لها رح تلاحظون بأنها متأثرة وبشدة بمانغا بيرزرق وبشكل مجنون لذلك فبإمكانكم توقع وجود عدة عناصر مثل العنف والخيانة والاختصاب والانتقام وهذه الأشياء الرسم كان ممتاز والقصة والأحداث كانت جيدة وممتعة فإذا كنت تبحث عن مانغا مشابهة لمانغا بيرزرق من ناحية الظلامية والأكشن هذه المانغا هي خيار مناسب المانغا مكتملة وعدد فصولها 167 فصل ومع آخر مانغا معنا عندنا دورو هيدورو الآن أعرف بأن هذه المانغا لها أنيمي واللي أعتقد أغلب الأشخاص يعتبرون هذا الأنيمي على أنه كارثة وأنا طبعا أتفق معهم وحسب رأيي فالمانغا هي أفضل بكثير من الأنيمي وتصحق القراءة تجري أحداث هذه المانغا في مدينة تدعى بهال وهي مدينة مقفرة يذهب إليها السحرة لاختبار قواهم وذلك عن طريق تشويه وقتل الناس في هذه المدينة بطل قصتنا يدعى بكايمان فبعد أن نعن بطلنا من قبل أحد السحرة تحول هذا الأخير إلى وحش بجسم إنسان ورأس سحلية وفي عزمه لكسر هذه التعويدة على بطلنا كايمان العمل رفقة صديقه نيكايدو وذلك للبحث عن الساحر الذي قام بلعنه لسوء الحظ فما عدم وجود أي ذكريات عن الساحر الذي قام بلعن بطلنا فهناك طريقة واحدة فقط ليجد هذا الساحر وذلك عن طريق التجول في مدينة هال وأكل رؤوس كل السحراء الذين سيقابلهم وذلك ليتمكن الرجل في داخله من تحديد هويتهم وهكذا يبدأ بطلنا في شق طريقه عن طريق أكل وعض وذبح السحراء الذين قد تكون لديهم علاقة بذلك الساحر وذلك ليجده ويتخلص من هذه اللعنة المانجا فعلا قصتها رائعة والسيثنائية يعني مع أنها كانت غريبة الأحداث كذلك كانت ممتعة وترتبط مع بعضها البعض بطريقة منطقية على عكس الأنمي اللي كان سيء من ناحية الاقتباس ويعني تربط الأحداث فيه كان سيء الرسم كذلك كان ممتاز ومليء بالتفاصيل فككل المانجا فعلا ممتازة وممتعة حتما واحدة من أروع أعمال الخيال المظلم وأنصحكم بها وبشدة المانجا مكتملة وعدد فصولها 161 فصل وبس يا أساطير هذا كان كل شيء بالنسبة لمقطعنا لهذا اليوم وهذه كانت مجموعة من أفضل مانجات الدارك فانتازي أعتذر إذا كان صوتي مختلف عن العادة هذا لأني قاعدة سجل هذا المقطع وأنا مريض فهذا أيضا هو سبب تأخر المقطع فشكلي رح أخذ فترة راحل كم يوم يعني ما رح أطول كلها أسبوع أو أسبوعين ورح أرجع لكم إن شاء الله فياب هذا كان كل شيء روابط المانجات رح تلاقونها في الوصف وبس لتنسى نلايك نشر والإشراك وبيس اشتركوا في القناة